قال مصدر مسؤول بوزارة الإعلام إن الإساءات الصادرة مؤخراً عن بعض الصحفيين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف قيادات الدولة والرموز الوطنية وأبطال الجيش الوطني مرفوضة جملة وتفصيلة ونابعة عن جهل مطبق بالشأن اليمني وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن هذه التناولات التي تهدف للتشويش على معركة استعادة الدولة والتشكيك في العلاقة المصيرية بين الدولة والشعب اليمني من جهة وتحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية تنفيذاً لأجندة مشبوهة تسعى لخلط الأوراق وتخدم الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران وأشار المصدر إلى أن هذه الحملات المغرضة التي تستهدف قيادات الشرعية الدستورية ورموز معركة الخلاص من الميليشيا الحوثية مدفوعة بالبحث عن الشهرة من قبل بعض الصحفيين وتندرج ضمن حملات إعلامية ممولة من أطراف إقليمية جاهرت مؤخراً بمواقفها الداعمة للانقلاب الحوثي والتماهي مع المشروع التوسعي الإيراني في المنطقة ولفت إلى أن المطابخ الإعلامية الممولة من هذه الأطراف الإقليمية تحاول بداع الحرص وبذريعة الدفاع عن اليمن وقياداته لاستثمار السياسي لتلك التناولات المغرضة واستغلالها للوقيعة بين الدولة اليمنية والأشقاء في تحالف دعم الشرعية في تناغم عجيب مؤكداً أن هذه المخططات ستسقط أمام وعي اليمنيين ومتانة العلاقة مع الأشقاء في التحالف والإدراك المشترك بحجم المخاطر والتحديات التي تواجه بلداننا والمنطقة وأكد المصدر أن وزارة الإعلام قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على هذه الإساءات الصادرة عن صحفيين وناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الأطر القانونية والدبلوماسية وأشهد بالدعم المتواصل الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لليمن في هذه الظروف العصيبة والتفهم والتجاوب الكبير الذي أبداه الأشقاء إزاء الحملات المغرضة وتأكيدهم أن هذه التناولات والأصوات النشاز مرفوضة جملة وتفصيلة وسيتم التعامل معها بحزم وعبر المصدر عن رفضه القاطع لمواجهة الإساءة بإساءة مماثلة والذي يكشف عن سلوك غير بريء ويخدم أجندات غير وطنية تعمل ليل نهار على إشغال الدولة والتحالف بمعارك جانبية وحرف البوصلة عن المعركة التي تخوضها اليمن بذعم كبير من الأشقاء في المملكة العربية السعودية على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والإنسانية اشتركوا في القناة